في يومين بس بتصرف عشر تلاف جنيه وكل شو هيهدم جديدة والفلوز بقت زي الرز معاها مش عارفة توديها فين ولا تعمل بها ايه حالها تقلب ما بقتش سوزي الاردنية اللي الجمهور عرفها وحبها وده بسبب تلقائيتها وكلامها اللي مش بيعدي هالا دماغها الاول سوزي اللي في قلبها للسنها بتشارك الجمهور كل صغيرة وكبيرة في حياتها الكل شاهد على علاقتها بحبيبها واللي سبوا بعض كتير وخلع منها اكتر من مرة بس هي صممت ترجع له وحصل يا ترى ليه سوزي بتصرف المبلغ ده كله جبت منين الفلوس دي كلها اهي اللي حصل بينها وبين حبيبها طارق علشان كده سبها ازاي رجعوا البعض كواليس علاقتها بحبيبها مفاجئة مش هتصدق اللي بينهم تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده انا لو معايا عشر تلاث جنيف يومين بصرفهم بجيبه دوم كل يوم باخد من امي وابويا فلوس قبل كده ختم من والدتي عشرين الف جنيه انا اللي بصرف على نفسي من اعدادي رغم ان ابويا مع فلوس بس مخبيهم تحت البلاطة سوزي معاها فلوس كتير لدرجة انها بتوزع على صحابها بتديهم فلوس ولبس قالت ان جالها تعب في جسمها بسبب انهم كانوا بيلبسوا مكان بعض سوزي الاردنية مستعدة تعمل اي حاجة وكل حاجة بس المهم تتشهر وتلعب بالملايين ما تكونش الملايين مجرد رقم بيتابعها بس لا تلم من وراهم ملايين الدولارات بحق وحقيقي لدرجة انها استغلت علاقتها بابوها في البداية خالص بقت تعمل فيديوهات تقلل منه وده علشان تحقق اعلى المشاهدات فعلا نكحت تعمل ده بكل سهولة رغم كل الانتقادات والهجوم اعليها وقتها سوزي في حوارها في برنامج تفاصيل اعلى صدى البلد قالت انها مش بتدخل في تحديات ولا بتعمل جوالات لايف مع حد كل اللي بتعمله تطلع لايف لوحدها ودردش مع الجمهور واكتر مبلغ بيجيلها في لايف الواحد هو 4000 جنيه مش زي ما الناس فكره الغريب انها مش فرق معها شهرة ولا فلوس ايوه هيا قالت كده سوزي قالت ان اللي يفرق معها انها لما تتمشى في الشارع وحد يشوفها يبقى مبسوط مش متضايق منها الاغرب بقى انها قالت ان لبسها قبل السوشيال ميديا كان مكشوف وجريء جدا ولكن هي احترامة للجمهور بقت تقلبس لبس مناسب علشان محدش ينتقدها انا في حاجات كتير قوي بطلت لبسها كنت بدخل جمعيات علشان اقبضها واقدر اشتري لبس الناس تحبيني منه علشان كده واخدى وضعها جدا في منطقتها سوزي سكنة في المطرية اهل الحتة عندها بينادوها بالفنانة راحت الفنانة جات قالت انها بتحس انها حاجة الى في البلد وبتمشي يا ارض تهدي ما عليك يقدي طيب ايه طبيعة علاقتها بطارق حبيبها؟ هي شايفة ان مفيش مسمى للعلاقة بينهم يعني بيخرجوا كل يوم مع بعض وقت ما تحتاجوا بتلاقيه وزي الاخوات واصحاب الناس كلها اعرفة اللي بينهم سوزي تعرف حبيبها طارق من سنتين من وهي عندها 17 سنة قالت ان في حد كان بيحبها وعاوز يتجاوزها وفعلا جهي البيت عندهم لكن هي رفضته ومع الوقت اكتشفت انه هو سبب المشاكل اللي كانت بينها هي وطارق وقالت انه كان بيفاب ركشات ومحدثات ويبعت هالو علشان يبعدوا من بعض هي قالت انها زائت من علاقتها بطارق لاني مفيش حاجة جديدة بقى لهم سنين مرتبطين ولا اللي هم بيسيبوا بعض ولا اللي هم تخطبوا وتجاوزوا كل شوية يسيبوا بعض ويرجع وتطلع في الفيديوهات تترجعوا وتعيط وتنهار علشان يرد عليها وبتنجح في كده كل مرة المفاجأة بقى انها نشرت فيديو مع طارق بتحتفل بالتنين مليون متابع عليها قالت اعرفة ان في ناس كتير مش حبانا سوا وشايفينك انك مش احسن حد بس حقيقي انت العوض الوحيد اللي ربنا عوضني بي واكتر حد فهمني وحبتك بجد بعدنا كتير بس انا ما قدرش عيش من غيرك انت الوحيد اللي حنين علي بتعملني حلو ما لقيتش الشخص اللي جواك ده في حد غيرك انت خويا وحبيبي وصاحبي وكل حاجة حلوة ربنا يخلك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يباد عندنا الناس اللي بتحاول توقع بنا يا رب ورغم انها ظهرت في الفيديو وقالت اصعب حاجة في الدنيا فرق شخص تبقوا مع بعض وفجأة تسيبوا بعض ياريت الشخص ده كان فرق الحياة ولانه يبقى عايش ومش معايا كانت تقصد حبيبها طارق مش زي ما قالت انهم لسه مع بعض الناس قالت ان رجعت لها بعد الشهرة والفلوس ولكن سوزي قالت انا اصلا مستلفة من فلوس وشهرة ايه اللي بتتكلم عنها انا مشهورة ومعروفة من قبل ما يعرفني فمش الشهرة والفلوس اللي رجعوا لي هو قال انه مالوش في السوشيال ميديا مش بيعرف يتكلم قدام الكاميرا مش خوف منكو لكن هو كده بيحاول يخلي اللي بينه وبين سوزي سر لكن سوزي ما عندهاش اسرار وكل حاجة انتم معرفينها فيا طرى مصير علاقة سوزي بحبيبها هتكون ايه هل ممكن يتخطبوا يتجوزوا ولا هتنتهي ان كل واحد يروح لحاله انتم شايفين ايه هلا يقن على بعك ولا لا شاركوني برأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة شكرا